المؤجر طيب انا عندي تسليم الشيء المؤجر اول حاجة ان انا امكن النزيل من الغرفة مش معقول ان انا هديله الغرفة وهحجب عنه هذه الغرفة مش هينفع انه طبعا بيطلع بيشوف مستوى الخدمة في الغرفة عامل ازاي مستوى الفرش فيها عامل ازاي وطبعا دوت بيتناسب مع درجة الفندق ومع مستوى الفندق يعني انا لو رايحة فندق خمس نجوم هيختلف عن اربع نجوم ويختلف عن الثلاث نجوم وهكذا وطبعا البنسيونات بتختلف عن الفنادق والفنادق بتختلف عن مستوياتها المتعددة يبقى انا اول حاجة تمكيني نزيل من الغرفة المؤجرة ثانيا اننا بضع ارقام للغرف ودي نقطة مهمة ليه بضع ارقام للغرف طبعا انا مش هينفع اننا كل الغرف هتكون من غور تسلسل بدون اي تسلسل او بدون اي تنظيم هتبقى العملية مش منظمة من ناحية اننا لازم النظام الاداري في الفندق انه بيعمل على وضع الارقام للغرف عشان تسهيلا لكل الاجراءات التنظيمية والادارية والمحاسبية ثلاثة يسلم النزيل مفتاح الغرفة وبطاقة تحمل رقمها وقيمة الاجرى واهم التعليمات انا طبعا النزيل لما بيجي عندي بياخد المفتاح ومع المفتاح بسلمه الكارت اللي هو بيعتبر تعليمات مهمة جدا ليه بيعرف من خلال هذه التعليمات كل الحاجات اللي هو بيبقى عايز يسأل عليها من خلال ان انا هدفع ايه للغرفة التعليمات الاخرى زي الفطار من يوهات الفطار مثلا انا عايز اي شيء بتكون هذه الكروت ملمة بكل التعليمات اللي بيبقى النزيل محتاج اليها رابعا تتم عملية التسليم عند تأكد النزيل من مطابقة الغرفة للواقع طبعا انا جاي عارف ان الفندق ده درقته عالية مستوى عالي نجوميته عالية فطبعا تلقائيا هاعرف من خلال الغرفة من خلال فرش الغرفة من خلال مستوى الغرفة وهكذا يبقى كان اول التزام من التزامات الفندق هو التسليم الشيء المؤجر عن طريق ان انا بمكن النزيل من الغرفة وان انا بضع رقم للغرفة وان انا بسلمه المفتاح زائد الكارت اللي بيحتوي على اهم التعليمات ثم ان النزيل بيطلع وبيتأكد من الغرفة بعد كده كان تاني التزام من التزامات الفندق انه بيعمل صيانة للاشياء اللي داخل الغرفة مش معقول النزيل هيطلع ويشوف الغرفة فيها اي عطل وادارة الفندق هتسيب هذي الاعطال مش هينفع لازم تكون الغرفة ملمة وفيها كل الاجهزة لا تكون فيها اعطال لا تكون فيها اي نواقص لا تكون فيها اي اضرار تسيب النزيل فلازم تكون عملية الصيانة دي الدورية اننا طبعا كصاحبة الفندق بعمل صيانة دورية لكل الغرف ولازم تكون الغرف طاليق بمستوى الفندق يعني انا عندي لو النزيل طلع ولقى اي اعطال زي عطل في التكييف زي عطل في التلفزيون ولا اي جهاز من اجهزة الغرفة فعليه انه بينزل طبعا وبيشتكي وبتبقى سمع غير طيبة للفندق فعلشان كده الفندق اول باول بيعمل صيانة دورية وهي ايه هي ان احنا بنتابع كل الاعطال اول باول هما بنسبهاش لحت النزيل ما ايه مايكتشفها فانا عندي الفندق بيعمل صيانة دورية للغرف وللاجهزة اللي بداخل الغرف يبقى اول حاجة يجب صيانة الشيء المؤجر اتنين اذا اصيب النزيل بسبب اطلب الغرفة علي ان يرجع على الفندق بالتعويض ودي نقطة مهمة جدا عن طريق انقاص تمن الغرفة يعني مش معقول طبعا لو النزيل طلع لا اي جهاز عطلان فهيدفع الفاتورة الكاملة لا طبعا دي مش منطقية النزيل طبعا هيزعل وهينزل ويشتكي ويلوم الفندق فالفندق في هذه اللحظة عليه ان يكسب الموقف وانه يعمل على ارضاء النزيل بانه بيتم انقاص تمن الغرفة مش هيدفع تمن الغرفة الكاملة لانه امتنع او اتحرم من خدمة كان لازم انه يتمتع بيها تلاتة طلب الفسخة عند تعرض النزيل للخطر طبعا انا بمنع اي ازا او اي خطر على النزيل طبعا انا لازم احاسس النزيل بانه قاعد في مكان امن لنفسه لاثرته لو كانت مع اثرته لازم يكون حاسس بالامان بكل درجات الامان والطمأنينة علشان يعود تاني ويرجع يتعامل مع هذا الفندق فهو لو شعر باي ازا باي اعتداء على كونه انه يبقى قاعد في الغرفة ويتم التعرض عليه او التعدي عليه او سرقته او اي شيء فطبعا مش هيتعامل تاني مع النزيل وهتبقى قلنا سمع غير طيبة للفندق اربعة عدم التعرض للنزيل بما يقلق راحته او اي اعتداء على غرفته طبعا انا عندي في كبار السن بيبقوا عندنا متواجدين في الفندق او حتى مش كبار السن لازم يكون كل انسان عاوز يرتاح في الغرفة بتاعته فتكون كل وسائل الراحة متوفرة ما ينفعش ان انا يبقى عندي اصوات عالية ما ينفعش يبقى عندي اعتداءات على الغرف لازم اقمن الغرف تأمين كامل ولازم احسس النزيل ان كل طلباته مجابة وانه فيه اتم الراحة والاستمتاع الكامل خمسة عدم ازعاج النزيل باي وسيلة من الوسائل ستة يحل عقد الاقامة اذا وجد عيب جوهري في الغرفة مثلا حجز غرفة بحمام واعطيت له بدون حمام او حجز غرفة تطل على البحر واعطيت له تطل على الفناء دي بتبقى مشكلة من مشاكل اللي بنستعرضها في الفنادق ان انا مثلا في موسم الصيف واني بروح الفنادق الشواطئ وببقى عايزة الغرفة الفلانية اللي بتطل على البحر واطلع ويلاقي ان الغرفة بتاعتي بتطل على الفناء او الحديقة الداخلية فطبعا بيتم هنا تشويه لصمعة الفندق ان انا زي حجزت عندك وغرفة بتطل على البحر وتم اعطاء غرفة تطل على الفناء فدية طبعا بتبقى من المشاكل الصعبة ان انا اكسب بعد كده رضاء النزيل فلازم يكون على ادارة الفندق انها ما تعرضش نفسها لهذه الاخطاء حتى لو النزيل طلع على الغرفة وكان عايز الغرفة بتاعته بحمام واكتشفى انه بدون حمام وطبعا دي بتبقى في موضوع البنسيون مش في الفنادق فطبعا انا عندي الفندق لازم يكون على اتم استعداد انه ينفس كل طلبات النزيل يبقى تاني التزام الفندق بصيانة الشيء المؤجر كان تاني التزام من التزامات الفندق وهو يجب صيانة الشيء المؤجر اذا اصيب النزيل بسبب عطل بالغرفة علي ان يرجع على الفندق بالتعويض عن طريق انقاص ثمن الغرفة ثلاثة طلب الفسخة عند تعرض النزيل للخطر أربعة عدم التعرض للنزيل بما يقلق راحته او اي اعتداء على غرفته خمسة عدم ازعاج النزيل ستة يحل عقد الاقامة اذا وجد عيب جوهري مثلا حجز غرفة بحمام واعطيت له بدون حمام او حجز غرفة تطل على البحر واعطيت له تطل على الفناء دي كانت من التزامات الفندق تجاه النزيل في تاني من التزامات الفندق كمان توفير الخدمة للنزيل انا عندي النزيل لما بيجي الفندق بيحجز عندي الغرفة ما بياخدهاش بس وخلاص لا طبعا ده علي انه بيستمتع بكل شيء في الفندق كل خدمة ممكن يتلقاه في الفندق تكون تحت امره عايز يستعمل الحمامات السباحة عايز يستعمل ملاعب التنس عايز يستعمل الملاهي عايز يستعمل المطاعم عايز يستعمل اي شيء في الفندق فده تعتبر من الخدمات المقدمة من الفندق الى النزيل ولازم يكون الفندق على استعداد كامل بتقديم هذه الخدمات الى النزيل يبقى واحد الخدم ملتزمون بإحضار ما يحتاجه النزيل طبعا أنا عندي النزيل بيختلف نزيل من نزيل آخر ممكن طلبات النزيل ده تختلف عن نزيل آخر فلازم يكونوا العاملين والخدم في الفندق على أتم استعداد بإيجابة كل طلبات النزلاء على اختلاف مستوياتهم اتنين الاعتناء بسيارته إذا تركها في الجراش اتفقنا أن فيه مجتملات لعقد الإقامة وهو أن أنا بستمت حتى لو حطيت العربية بتاعتي جراشتها في الجراش مش هياخد الفندق أي رسوم إضافية تعتبر دي خدمات إضافية ولمسات بيحس بيها السائح أو النزيل علشان يعود ويرجع أن يستعمل تاني أو يتعامل معايا كفندق أي مرة أخرى تلاتة أن يلمعوا الحزاء إذا تركوا خارج الغرفة طبعا أنا عندي في بعض الفنادق الكبيرة واللي في المدن الأجنبية بيعتبر طلبات النزيل لازم تكون مجابة لدرجة الحزاء لازم يعتنوا الخدم بالأحزاء بتاعت النزلاء ولازم يكونوا أنهم مستعدين لإجابة أي طلبات من طلبات النزلاء يبقى أنا التزام الفندق بتوفير الخدمة واحد الخدم ملتزمون بإحضار ما يحتاجه النزيل اتنين الاعتناء بسيارته إذا تركها في الجراج تلاتة أن يلمعوا الحزاء إذا تركوا خارج الغرفة بعد كده وأهم شيء هي متاع وأمتاعت وحقائب النزيل كانت من أهم التزامات الفندق عندي أنه بيحافظ على كل شيء أتى به النزيل للفندق طبعاً أنا لو جاي الفندق لازم أكون على يقين بأن كل الأمتاع بتاعتي الحقائب بتاعتي حتى الأشياء السمينة بتاعتي حتى لو دهب حتى لو فلوس حتى لو أي شيء من هذه الأشياء أكون على طمأنينة وأكون على يقين أن الفندق هيقوم بالاعتناء بهذه الأشياء والأمتاع والحقائب واحد العناية بحفظ الأشياء التي يأتي بهالنزيل اتفقنا أنه لازم النزيل بيجي معاه حقائب وأمتاع علشان في حالة عدم دفع الفاتورة على الفندق أن يعمل على حجز هذه الأمتاع ويحجز ويعمل امتياز على هذه الأمتاع علشان يوفي الدين اللي على النزيل فمش من المنطقة أن النزيل هيدخل عندي بدون أي حقائب فبتبقى في أمور قليلة جدا أو حالات قليلة جدا بيأتي النزيل فيها إلى الفندق بدون حقائب فهذه الحالة الفندق بيطلب منه مبلغ تأميني كبير علشان يكون مطمئن من هذا النزيل أنه هيوفي الفاتورة اللي هتبقى عليه اتنين على النزيل اختار الفندق بضياء أي شيء وإذا أبطأ سقطت حقوقه طبعا أنا عندي أنا قلت أن النزيل بيبقى على طمأنينة وعلى يقين أن الفندق هيبقى يعني محافظ على كل الأشياء بتاعته بس طبعا في حالات طريقة بتحدث ممكن سرقة الأشياء دي فإذا أبطأ النزيل الإبلاغ عن هذه الأشياء اللي ضاعت أو سرقت فهيبقى النزيل هو اللي أخطأ في حق نفسه فلازم الإصراع من النزيل بأنه يبلغ إدارة الفندق أن الأشياء بتاعته دي ضاعت بس أنا عايزة أنوه أن أنا عندي نوعين من الخزن أن أنا لو عندي النزيل جايب أشياء سمينة فعليه أنه هيتعامل مع نوعين بتوع الخزن اللي عندي في نوع بيبقى ملحق بالغرفة بتاعته موجود أصلا من ضمن محتويات الغرفة وفيه كمان نوع من الخزن الحديدية بتكون في مكتب الاستقبال تحت فممكن يتعامل مع هذه الخزن علشان يكون مطمئن كل الإطمئنان على الأشياء السمينة اللي بيأتي بها تلاتة تسقط دعوة المسافر بالتقادم بانقضاء سبعة أشهر من اليوم الذي غادر فيه اتفقنا أن السائح ممكن يسافر من بلد لبلد فيتعامل معنا مثلا هنا وهيسافر أول ما هيسافر وهينقضي سبعة أشهر من اليوم السفر بتاعه فخلاص مش هيقدر يعمل ولا يرفع أي دعوة على الفندق إذا اكتشف أن أشياءه ضعت أو سريقت فعليه أنه لا يتباطأ أبدا وما يسافرش وما يسيبش حقوقه لكن لازم يبلغ إدارة الفندق فور حدوث هذه المشاكل أربع التوسط في معنى الوديعة يعني الوديعة يعني أنا النزيل لما بيجيب الحقائب هذه الحقائب تعتبر وديعة لما بيجيب الأشياء السمينة هذه الأشياء السمينة تعتبر وديعة فعلى الفندق الإسراع بالمحافظة على هذه الوديعة حتى لو اكتشف بعد هذا أن هذه الوديعة مش ملك النزيل مناش دعوة صاحب الفندق خلاص عمل على حفظ هذه الوديعة ويعرف أن هذه الوديعة أو هذه الأمتعة خاصة بالنزيل الفلاني فمش من المنطقة أنه يبحث من صاحب هذه الأمتعة ممكن يكون النزيل واخد حاجات من زوجته ومن أبناء ومن أصدقائه دي مشكلة النزيل مش مشكلة الفندق فعلى الفندق أن يحافظ على هذه الأمتعة فور دخول هذه الأمتعة إلى الفندق بعد كده أنا عندي من التزامات الفندق كمان أنه إذا لم يختر الفندق بصرقة أو تلف الشيء ضع على النزيل حقوقه وإذا انقضت ستة أشهر الموضوع ده كان طبعا يعني مهم جدا أننا ننوي عليه لأن بعض السائحين بيسفروا وبيكتشفوا في بلدهم أن حاجاتهم سرقت وحاجاتهم تم ضياعها ففي هذه الحالة طبعا هما هياخدوا فكرة سيئة جدا عن الفندق والبلد اللي هما سفروا فيها واستمتعوا بالسياحة فيها فطبعا لازم إدارة الفندق بتعمل على المحافظة وعلى الحفاظ الحفاظ وأنها بتحافظ كل المحافظة علشان تسيب صمع طيبة لنفسها وأن السائحين دول يرجعوا يتعاملوا مع هذه الفندق بعد كده عندي نقطة القاصر يعني القاصر أنا قلت القاصر دوت هو الشخص اللي ما تم يعني ما عملش البطاقة لسه ما وصلش للسن القانونية ممكن بيتعرض الفندق لمثل هذه الحالات طبعا أنا عندي لو مجموعات سياحية من مدارس أو من جامعات ولسه الأبناء بتاعت أبناء هذه الجامعة أو أبناء هذه المدرسة لم يصلوا إلى اللاسن القانونية على الفندق أنه يقبل هذه الأفواق ليه؟ لأنها جاهية من شخصية أو من شركة سياحية أو من مدرسة أو من جامعة فيبقى الفندق مطمئن إلى هذه الجروبات أو المجموعات لكن لو القاصر تم وصوله هو من غير أي ضامن أو من غير أي شركة سياحية هو تابع لها فبتبقى إدارة الفندق عندها ارتياب وعندها خوف من هذه الشخصية القاصرة لأنها طبعا لا تصل إلى السن القانونية فنتعامل مع هذه الشخصية فممكن في حالة واحدة أن أنا أقبل أن أستقبل هذا القاصر عندي في الفندق سدم دفع كل الفترة اللي هيقضيها في الفندق جملة واحدة ليه؟ علشان الفندق يكون مطمئن أنه ليس يحدث أي مشاكل أو تعصر في دفع هذه الفواتير يبقى نزول القاصر للفندق واحد إذا قام بدفع مصروفات إقامته دفع واحدة أو إذا كان تابع لشركة سياحية تكون مكان الواصل لازم يكون الفندق عامل كل احتياطاته ما يعرضش نفسه إلى هذه الحالات أن النزيل مش عايز يدفع أن الجسد مش عايز يدفع الفواتير بتاعته ففي هذه الحالة بتكون إجراءات كتيرة وبتبقى حاجة مرهقة على إدارة الفندق فبتتجنب وبتتحاشى هذه الأحداث فبتستقبل هذا القاصر ولكن على شرط أن يكون دافع الفواتير مقدما مقدما ليه علشان ما تعرضش نفسها للخطر مع هذه الشخصية الصغيرة أو في حالة تانية أن تكون هذه الشخصيات الصغيرة في السن جاية تابعة لشركة سياحية تقوم مقام الواصي في هذه الحالة طيب التزامات الفندق القانونية إذا وقعت الصريقة من صاحب الفندق أو أن يكون الشيء المصروب قد صلم بصفته طبعا أنا عندي حالات كتيرة من الصريقات كنا أخذناها في الترم الأول أن طبعا ممكن يتم صريقات في الفندق وممكن يكون صاحب الفندق هو الجاني فمش مستبعد أي حد يعني لازم نشك في كل الأشخاص فلازم تكون هذه الدعوة سريعة لازم السائح أو النزيل يقوم بالدعوة على الفندق أنه تم صرقة أشياءه أو تم صرقة حقائبه أو تم صرقة أي شيء عنده غالي عليه فلازم لا يتباطئ علشان يقوم بالدعوة على الفندق في هذه الحالة بعد كده هنستعرض عن حالات لابد الإبلاغ عنها من قبل الفندق إيه هي الحالات دي أنا عندي طبعا في حالات مهمة جدا زي الميلاد زي المرض زي الوفاة إذا تباطئ الفندق في الإبلاغ عن مثل هذه الأحداث إلى الجهات المختصة أو الجهات المسؤولة يتم وقوع غرامات على الفندق طبعا لأنه تباطئ يعني إيه يتباطئ إذا حدث مولود في الفندق أو إذا مرض مريض في الفندق أو إذا تم وفاة الفندق مش مبرر هذا التأخير أبدا مش منطق إن إحنا نتباطئ إن إحنا نبلغ الجهات المسؤولة فأنا عندي ثلاث حالات لابد أن الفندق يتم إبلغ الجهات المسؤولة في مثل هذه الحالات أولا الميلاد إذا قصر الفندق في التبليغ وقعت عليه غرامة قانونية اتنين المرض يتم عزل النزيل مع تعقيم كل الأشياء الخاصة بي طبعا إحنا دلوقتي في الأوانة اللي إحنا عايشين فيها مع ظهور الأوبئة والجراسيم والميكروباط لازم إذا تم اكتشاف أي مرض لأي نزيل من النزلاء لازم نتعامل معه بحرص شديد علشان نمنع التقاصر هذه الجراسيم أو انتقالها من غرفة إلى غرفة أو من مريض إلى مريض وإذا تم نقل هذا المريض إلى المستشفى طبعا هيكون من الأفضل بس لو ما يكونش خطر على حياته يبقى أنا لازم أتعامل مع المريض بحرص لازم أتعامل مع المريض بكل حذر حتى الملابس بتاعته ما أنزلهاش المخسلة أبدا وأغسلها مع باقي غسيل النزلاء مش هينفع لازم أغسلها على حدة لازم أغسلها منفردة طبعا مع المعقمات والمطهرات الخاصة بيها لأننا في ظل الجراسيم والأوبئة دلوقتي لازم نتعامل بحرص مع هذه الأحوال يبقى المرض يتم عزل النزيل مع تعقيم كل الأشياء الخاصة به لا يتم تمزيف الغرفة إلا بمحلول معقم عدم إرسال الغسير قبل التعقيم وعدم وضع بياضات على النوافذ النوافذ دي ما ينفعش طبعا أننا أهوي الفرش والبيضات بتاعة النزيل الفلاني اللي تم اكتشاف مرضه ليه ممكن يجي لك فعليل طبعا هنقول لعدم انتشار الجراسيم من غرفة إلى أخرى ونقل المريض من الفندق ويتم فسخ العقد في هذه الحالة بضرورة قهرية إبقى أنا عندي في ضرورة قهرية تم من خلالها فسخ العقد وهي مرض أي نزيل من النزلاء تلاتة الوفاء لابد إبلاغ الفندق عن أي حالة وفاء ولازم أبلغ الشرطة حتى لو كانت حادثة وفاة طبيعية لابد إن أنا أبلغ إن النزيل الفلاني تم وفاته عندي في الغرفة بتاعته فلابد من الجهات المسؤولة أن تتعامل مع مثل هذه الحالات يبقى إذا تم طباطه الفندق عن الإبلاغ عن هذه الحالات وقعت عليه الغرامات ليه؟ علشان لازم نخوف أصحاب الفنادق بالغرامات علشان يبلغوا عن أي حادثة وقعت في الفندق أولا الميلاد إذا قصر الفندق في التبليغ وقعت عليه غرامة قانونية اتنين المرض طبعا لازم أتعامل بحرص مع المريض يتم عزل النزيل مع تعقيم كل الأشياء الخاصة به لا يتم تنظيف الغرفة إلا بالمحلول المعقم وعدم إرسال الغسيل قبل التعقيم وعدم وضع أي بيضات على النوافذ ونقل المريض من الفندق ويدم فسخ العقد بضرورة قهرية ثلاثة الوفاء إبلاغ الفندق عن أي حالة وفاة وإبلاغ الشرطة زي ما استعرضنا التزامات الفندق هنستعرض امتيازات الفندق مش معقول أن الفندق هيددي 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 ومش هياخد أي حقوق ليه زي ما عليه التزامات بيبقى ليه حقوق وامتيازات ما هي هذه الامتيازات هنقول هي واحد المبالغ المستحقة لصاحب الفندق عن أجر الإقامة في زمة النزيل مش معقول النزيل هيستمتع بالغرفة هيستمتع بفرش الغرفة وبكل خدمات الفندق وبكل المتعة اللي استمتع بيها وهيمشي ومش هيدفع الفواتير طبعا لا يمكن قبول هذه الحالة طبعا لازم زي ما بنحافظ على حقوق النزيل لابد المحافظة على حقوق أصحاب الفنادق أنا مش معقول أنا فتح الفندق كده سبيل لا طبعا أنا فتح الفندق عشان أحقق الأرباح وأدي للعاملين كل الحقوق بتاعتهم والمرتبات والحوافز بتاعتهم فلازم أتعامل مع هذه الأحوال بحرص وبكل تقنية يعني ما تعاملش معها بأي تهاون اتنين الامتياز على الأمتاع حتى لو كانت غير مملوكة للنزيل من شوية أنا قلت النزيل إذا حضر إلى الفندق بدون أي أمتاع هيدخل الريبة والخوف في نفس إدارة الفندق إزاي النزيل ده جيت بطوله من غير أي أمتاع من غير أي حقائب فما عندوش النية إنه يدفع الفاتورة طبعا أي صاحب فندق هيدخل في قلبه الشك من هذا الشخص اللي جاي من غير أمتاع فلابد من وجود الأمتاع ليه علشان في حالة عدم دفع نزيل الفاتورة أنا هستحوز على هذه الأمتاع أنا من حقي كإدارة فندق إن أنا أتحفز على هذه الأمتاع طيب أنا لو جاي لي نزيل من غير أي أمتاع فطبعا في هذه الحالة هدفعه مبلغ تأميني كويس أو حتى لو هيدفع الفترة كلها هيكون من الأفضل ثلاثة إذا أخرج النزيل بعض الأمتاع دون علم الفندق إلى فندق آخر فإن امتياز الفندق هيكون بالأسبقية في التاريخ في بعض الحالات بنشوفها إن النزيل بيكون خلاص نوى إنه هيتهرب من الفاتورة وإنه مش هيدفع فممكن يكون من المقر بتاعه أو من الدهاء بتاعه إنه ياخد بعض الأمتاع بتاعته ويذهب بها إلى فندق آخر علشان يتهرب من الفندق الأول طيب في هذه الحالة مين اللي هيكون الفندق اللي ليه الحق والليه الأسبقية في التحفظ على الحقائب هيكون هنا تاريخ عقد الإقامة هو اللي هيميز لي من أنهي فندق اللي هو هيتحفز على الأمتاع فالتاريخ عقد الإقامة هنا هيكون هو الدليل أربع إن امتياز الفندق يشمل كافة الأمتاع والأشياء التي يحضرها النزيل حتى وإن كانت غير مملوكة للغير طبعاً أنا الحتة دي لازم ننوى عنها ممكن النزيل بيكون جايب حاجة أخواته حاجة قريبه حاجة أصدقائه إحنا كإدارة فندق من نجدة وخالص أنا بتعامل مع النزيل مع حقائب النزيل مع أي شيء يخص النزيل على إنها مملوكة لهذا الشخص وليس لأي شخص آخر يشترط لامتياز الفندق وقود حيازة للأمتاع ولو حاول رجال الشرطة رفع هذه الحيازة يترتب عليها واحد يفقد الفندق امتيازه على الأمتاع إذا تدخلت الشرطة وإذا وجدت إن هذا النزيل صارق لهذه الأمتاع طبعاً الشرطة هتدخل في هذه الحالة وهيكون لها الفيصل وهيكون امتياز الفندق في هذه الحالة لا يساوي شيء لأنه خلاص تم التعرف على صاحب هذه الأشياء الحقيقي وليس النزيل إذا عاد النزيل للفندق فإن الأمتاع الحالية لا تضمن المرة السابقة ممكن يكون النزيل عاوز يتعامل مرتين مع الفندق بس المرة الأولى ما دفعش الفطورة فممكن يكون خلاص المرة التانية هيدفعها في هذه الحالة الأمتاع في المرة الثانية لا تكون ضامنة للمرة الأولى على الإطلاق يفقد الفندق امتيازه إذا باع النزيل للأمتاع طبعا ممكن في بعض النزلاء اللي هيكونوا طبعا عندهم المقر والدهاء وانهم عندهم شيء من النصب انهم ممكن يبيعوا الأمتاع بتاعتهم ففي هذه الحالة الفندق هيعمل التحفظ على إيه؟ خلاص مش لاقي أي شيء يتم التحفظ عليه فيقوم بدعوة دي جاه النزيل ومش هيعرف يتحفظ على إي شيء من الأمتاع يبقى تاني أول امتياز للفندق هي المبالغة المستحقة لصاحب الفندق عن أجر الإقامة في زمة النزيل والإمتياز على الأمتاع حتى لو كانت غير مملوكة للنزيل وإذا أخرج النزيل بعض الأمدع دون علم الفندق إلى فندق آخر فإن امتياز الفندق هيكون بالأصبقية في التاريخ إن امتياز الفندق يشمل كافة الأمتاع والأشياء التي يحضرها النزيل حتى لو كانت مملوكة للغير دون علم الفندق يشترط الامتياز الفندق وقود حيازة للأمتاع ولو حاول رجال الشرطة رفع زيل حيازة يترطب عليها أن يفقد الفندق امتيازه على الأمتاع وإذا عاد النزيل للفندق فإن الأمتاع الحالية لا ضدمن أبدا المرأة السابقة وأن يفقد الفندق امتيازه إذا باع النزيل الأمتاع طيب تابع امتياز ذات الفندق كمان إلزام النزيل بوضع أمتاع في الفندق تكفي لأجرة الفندق انا اتفعت وقلت ان النزيل لو جاي بس بمفرده بدون اي حقائب خلاص انا كصاحبة الفندق هيدخل جوايا الشك من هذا النزيل فهخليه طبعا ممكن في هذه الحالة اخليه يدفع التأمين الكافي او اجرت الفترة كلها علشان ابقى مطمئن الى هذا الشخص ممكن في حالات ضرورية اذا اتفق على اعفاقه من وضع زيل امتاع اذا قطم التأمين اذا عجلت الاجر يبقى انا عندي لو دفع لي تأمين هحس ان النزيل دوت مش متباطق في دفع الفاتورة اذا دفع الاجرى كلها هيبقى طبعا انا كده اتمقنيت على الفترة بتاعته وهدخله الفندق بايه بكل ترحيب سبع حق الحبس حبس المنقولات وفاء للدين واذا نقلت بدون علم الفندق ان يحجز عليها خلال 30 يوم من نقلع يبقى انا عندي الفندق حقه انه يحجز على الامتاع او يعمل امتياز على الامتاع خلال 30 يوم بعد كده انا عندي حقوق النزيل يبقى كده احنا اتكلمنا على الالتزامات الفندق وحقوق الفندق نتجه بقى للنزيل انا عندي حقوق النزيل كتير جدا انا عندي النزيل بعتبره ساكن انا عندي نزيل بعتبره نزيل يعني ساكن في الفندق يبقى انا عندي نوعين من حقوق النزيل اولا باعتباره ساكنا وسانيا باعتباره نزيل انا قلت لازم اوفر للنزيل كل حاجة يعني عاوزها طبعا الهدوء وانه لا يتعرض له اي شيء وانه لا يتعدى عليه اي شخص وانه يستمتع بالاقامة الكاملة عندي في الفندق علشان يرجع تاني يتعامل معي فلازم اوفر له كل وسائل الراحة والنظافة والامان يبقى اولا حقوق النزيل باعتباره ساكنة لازم الاقامة بتاعته تبقى مريحة لازم كل طلباته مدام في حدود القوانين تبقى مجابع وهكذا صيانة السكن انا قلت ان لازم كل الاجهزة اللي داخل الغرفة بتاعته او داخل الفندق ككل يتم عمل صيانتها بصورة دورية ما ينفعش ان النزيل يلاقي كل حاجة بايزة اشياء كثيرة جدا في الفندق بايزة مش هيرجع تعمل معنا تاني دي بابسط الحاجات فلازم ان ادارة الفندق بتعمل على صيانة كل شيء في الفندق بصورة دورية عدم التعرض طبعا لاي نزيل من النزلاء داخل الفندق طيب حقوق النزيل باعتباره نزيلا ضمان السلامة لازم اخليه مطمئن على نفسه على اولاده لو جايب اولاده على اشياء وعلى حقائبه لازم يحس انه سليم هو واشياء وامتعته سلامة المتعة لازم يستمتع بكل شيء يستمتع بكل ملحقات الخدمة لازم مثلا لو نزل الحديقة يلاقيها في منتهى الجمال لازم لو استعمل حمامات السباحة يجدها فيها المتعة الكافية لازم يستعمل اي شيء في الفندق يلاقيه على درجة عالية من المتعة والاستكمام الحق في الخدمة طبعا لو طلب اي خدمة لازم تكون ادارة الفندق مجابة لي يعني انا اتكلمت قبل كده ان قسم الاستعلامات دوت قسم بمثابة سكرتير خاص لكل نزيل فلازم يجاوب كل طلباته لازم حتى لو الترود بتاعته او الرسائل البريدية جات للنزيل هذا القسم بيعمل على انه بيوصل كل هذه الرسائل والترود الى النزيل وبيعمل على انه سكرتير خاص لكل نزيل تلاتة هذه التعليمات تصل للنزيل بمجرد وصوله اتفعنا انه اول ما النزيل بيجي بياخد المفتاح بتاعه بتاع الغرفة وان الغرفة بتاعته مرقمة وبياخد كمان كارت اللي هي فيها اهم التعليمات الخاصة بالغرفة سعرها وموعيد الاكل في المطعم من يوهات الفطار يعني اي حاجة بتخص الاقامة بتاعته بتكون مدونة في هذا الكارت علشان يكون على علم ودراية بهذه التعليمات ممكن التعليمات كمان نعلقها في مكان ظهر بمكتب الاستقبال يعطى الفندق النزيل البطاقة دي وبتشمل ايه على اجراءات تسجيل الحجزات ممكن يكون عاوز يحجز رحلة يحجز تسكرة طيران يحجز اي حاجة فمن حقوقه ان انا قلب بكل طلباته وكل حاجته تكون مجابة وطريقة حتى دفع الحساب بطريقة الدفع عن طريق الكروت او عن طريق الكاش او عن طريق اي شيء فهو برضك من هذه الكروت بيعرف ازاي اتعامل مع حالة دفع الحساب التعليمات الخاصة بمفتاح الغرفة مواعيد تناول الوجبات مواعيد المغادرة والاختار كمان بالعنوان التالي ليه لازم السائح او النزيل لما بيجي يمشي بيسيب العنوان بتاعه لان طبعا ممكن نجد اي شيء خاص بالنزيل بعد ما هو غادر للفندق فلابد ان انا اعرف عنوانه الجديدة لشان هو لو طرق اي شيء عن طريق انه النسيان يعني نسي شيء عندنا في الفندق فلازم ان انا اتعرف على العنوان بتاعه علشان يتم اختاره بهذه الاشياء اللي نسيها فبتبقى لمسة طيبة من الفندق وبيرجع يتعمل معنا تاني في هذه الحالات وطريقة استقبال اي ذائر طبعا بالغرفة طيب انا عندي بعد كده انقضاء عقد الاقامة يعني انقضاء عقد الاقامة ان خلاص انتهت الفترة بتاعة عقد الاقامة اتفاقنا ان عقد الاقامة دوت اصلا مش عقد زي اي عقد ده دي بنسيبها للعرف والاشياء اللي ما بين النزيل والفندق طبعا انا عندي العقود ديت مش مدونة زي اي عقود يعني ما بتدرس في كليات الحقوق زي ما اتفاقنا ولكنها بتبقى مطروقة للفندق والنزيل طيب امتى بيتم انقضاء عقد الاقامة اولا الاسباب العامة يعني ايه يعني الوفاء يعني ايه الوفاء ان انا خلاص انا كنزيل دفعت تمان الغرفة فخلاص تم من هذه الاجراءات ان انا دفعت خلاص فواتيري من هذه الاجراءات تم ابلاغ ادارة الفندق ان انا خلاص دفعت الحساب بتاعها وعملت شك اوى يبقى انا خلاص انهيت عقد الاقامة بتاعتي ثانيا المقايضة ممكن فيه ناس مش هتدفع بس هتعمل مقايضة ممكن تجيب لنا مواد خامل المطبخ ممكن تجيب لنا اي حاجة بنقايد بيها او بنقايد بيها يبقى ادارة الفندق ممكن تعمل على حساب النزيل عن طريق المقايدة التجديد ثالثا التجديد ممكن أكون مثلا أنا حجزت أسبوع الأسبوع انتهى هقول لإدارة الفندوق أنا عايز أسبوع آخر يبقى في هذه الحالة أنا جدد عقد الإيه الإقامة الاستحالة يعني الاستحالة أنه طبعا مثلا تم وفاة النزيل أو تم مرض النزيل في هذه الحالة هتبقى من الاستحالة أن النزيل هيدفع إيه ثمن الإقامة تقادم الالتزام يعني إيه تقادم الالتزام خلاص النزيل سافر النزيل عد عليه 6 أشهر زي ما اتفقنا فخلاص إدارة الفندوق ما عملتش أي حاجة أنها تاخد حقوقها فخلاص تقادم هذا الالتزام واستحال اتنين أسباب عقد الإيجارة انقضاء مدت التعاقد وده قادم الالتزام يعني إيه أننا خلاص الأجر بتاعي أنا أجرت الغرفة خلاص يعني خلاص أنا أجرتها وتم أننا ما دفعتش الفاتورة وسفرت خلاص يبقى إيه الستة أشهر دول هيكونوا بمثابة أن الفندوق مش هيحصل على هذه الفواتير وهي تم انقضاء عقد الإقامة أسباب عقد الوديعة هي هي نفسي إيه عقد الإقامة يبقى أولا تاني الوفاء يعني الوفاء أننا خلاص دفعت حق الإقامة بتاعتي فبهذا الإجراء تم انقضاء عقد الإقامة لدفع النقود لحساب الفندوق طب المقايضة إذا كان النزيل متعهد بتوريد بضائع ممكن يكون في شركة معينة بتجيب لي بضايع معينة للمطبخ للمطعم لأي حاجة في الفندوق فمن هذه الخطوات أننا خلاص يعني عملت مقايضة للحسابات بتاعتك وبحسابات المواد الخام اللي أنا بحصل عليها التجديد في حالة إذا قدم الفندوق بموجة بعقد جديد المبلغ المستحق على النزيل يعني أنا تميت إضافة الفترة الأولانية على الفترة التانية أنا جددت خلاص النزيل دو أتقالي أنا مش عود أسبوع بس ده أنا هجددت وهاقعد أسبوعا دوكو تاني فهيتم إضافة الفاتورة من العقد الأولاني إلى العقد الآخر الاستحالة في حالة الظروف الطريقة مثل القابل على النزيل مثل وفاة النزيل مثل مرض النزيل المرض مثلا يعني خلاص تم مرض ومرض مش هيقدر يقوم منه ولا عياذه بالله تقادم الالتزام مثل تقادم الالتزام النزيل بتفى مصاريف الإقامة وتقادمت دعوة الفندوق اتفقنا النزيل من الفندوق لمدة سبعة أشهر أو ستة أشهر خلاص الفندوق مش هيقدر يعمل أي شيء تجاه هذا النزيل وخلاص تم انقضاء عقد الإقامة يبقى كانت الأسباب العامة لانقضاء عقد الإقامة أولا الوفاء وهذا لدفع النقود لحساب الفندوق اتنين المقايضة إذا النزيل كان متعهدا بتوريد بضائع للفندوق التجديد في حالة إذا قدم الفندوق بموجب عقد جديد المبلغ المستحق على النزيل الاستحالة في حالة الظروف الطارقة مثل إلقاء القبض على النزيل تقادم الالتزام بدفع مصاريف الإقامة وتقادمت تعود الفندوق ثانيا أسباب عقد الإجارة واحد انقضاء موتة التعاق عقد الإقامة لازم يكون محدد اتفقنا أول ما أخذنا عقد الإقامة أنه بيكون لقاء أجر معلوم خلال فترة محددة واتفقنا أن فترة محددة دي مهمة جدا مش هينفع النزيل يجي يقول أنا هحجز عندكم مدة لا نهاية لها مش هينفع فلابد من اختار الفندق من اختار يعني النزيل يخطر إدارة الفندق أن أنا هحجز عندكم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين وهكذا فلازم تكون المدة دي متحددة ليه لأن علشان الفندق يعمل كل الإجراءات بعد كده أن خلاص النزيل ده هيمشي فالغرفة دي هتبقى فاضية فلازم أعمل الدعاية والإعلان لهذه الغرف الفاضية ولازم يتم عمل الدعاية الخاصة بهذه الغرف فلازم يكون عقد الإقامة محدد بأجر معين وبمدة معينة يبقى عقد الإقامة محدد لذلك ينقضي عندما يصل الأجل المحدد إلى غاية وخلاص الأسبوع اللي أنت قلتلي عليه خلاص خلص فكده ينقضي عقد الإقامة إذا حبيت خلاص تجدد هذا العقد فهي تم تجديده بكل ترحاب في حالة عدم اتفقنا أننا لازم كإدارة الفندق أضمن حقي عشان معرضش نفسي لأي ظروف مثل هروب اللي نزلاء من دفع الفواتير ففي هذه الحالة لو النزيل قال لي أنا مش عارف بصراحة أنا هقعد عندكم مدة قد إيه فلازم في هذه الحالة بردك أتعمل مع النزيل بكل الترحاب ويقوله خلاص معلش يا فندم إحنا عايزين ناخد الأجرة يوم بيوم علشان هذه الحالة إنت حضرتك مش محدد لي علشان لا يتراقم عليه الفواتير والقانون يتطلب لابد من ضرورة الإختار في حالة إنهاء الإيجار مثلا السائح خلاص هيسافر بكرة ليه أنه ما يقولش ما ينفعش أنه ما يقولش لازم يقول ويختر إدارة الفندق أن أنا خلاص هنهي عقد الإقامة بتاعكم وأنا هسافر بكرة البلد بتاعتي يبقى لازم الإختار عن يوم السفر قبله بيوم ليه لازم أن إدارة الفندق بتعمل ترتيبتها وبتعمل كل إجراءاتها إن خلاص الغرف ديت هيتم إنهاء عقد الإقامة بتاعتهم وهيسافروا إيه بكرة يبقى لازم إدارة الفندق تكون على علم بيوم السفر لازم ضروري جدا تلاتة تقادم الالتزام الفندق الحق في مقاضات النزيل بشأن طلب الوفاء بما قدمه ويتقدم بالمدة التي يحددها القانون وهي سنة تحسب من يوم استحقاق الدين يعني أنا لو عملت تحفظ على الأمتاع أنا من حق إن أنا أتحفظ عليها خلال 30 يوم طبعا القانون قال لي كمان إنه لو تباطأ إدارة الفندق إنه مش هينفع إنه يعمل تحفظ على هذه الأمتاع بس لازم يرفع دعوة وفي خلال سنة هيتم يعني رجوع حق الفندق من النزيل فلازم إنه الفندق لا يتباطأ في الإبلاغ عن مثل هذه الأحوال ولابد كمان النزيل لو تعرض لأي شيء من قبل الفندق لي حقوق النزيل لي حقوق فلازم القانون بيعمل على الحفاظ على حقوق النزيل وعلى حقوق الفندق ثلاثة أسباب عقد الوديع تنقضي بنفس الوثائل مش معقول أنا مشيت أنا كنزيل مشيت وهزيب الحقائب بتاعتي خلاص أنا دفعت فطورتي فخلاص مدام دفعت فطورتي انتهت عقد الإقامة بتاعتي وانتهت كمان عقد الوديع إن أنا سيبحكتي عندكم فخلاص انتهت بمجرد إن أنا دفعت كل فواتيري وهمشي من الفندق فياخد كل أشيائي حتى لو أنا شايلة حاجات في الخزمة حتى لو أنا شايلة حقائب عندهم فبياخد كل أشيائي بكل ترحاب من قبل الفندق اتنين التزام الفندق بالمحافظة على أمتعة النزيل وبوجود الأمتع وحضور النزيل والمسئولية عندما يأخذ النزيل هذه الأمتع معه عند المغادرة حيث يصبح الالتزام مستحيل يبقى كده احنا اتكلمنا عن امتيازات الفندق وحقوق الفندق وكمان اتعرضنا لحقوق النزيل الامتيازات دي حاجة مهمة جدا فلازم إن احنا نأكد عليها علشان بتبقى موضوع سؤال مهم في الامتحان فنستعرض تاني امتيازات الفندق وهي إن المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في زمة النزيل لازم لا يطباط النزيل أبدا خلاص هو استمتع بالغرفة استمتع بالخدمات أخذ كل المطعة والراحة والاستجمام ووجد كل الأشياء اللي هو كان طالبها في الغرفة ويطلع وتأكد إن الغرفة كاملة وإنها على مستوى لائق بدرجة الفندق ونجومية الفندق فخلاص خد كل حقوقه من عندنا من الفندق فلازم في هذه الحالة إن انت مدام استمتعت وأخدت كل حقوقك دي دي حقوق الفندق الكاملة يبقى أول امتيازات الفندق هي إن المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في زمة النزيل عن أجرة الإقامة وما صرفوا لها حق امتياز على الأمتاع التي أحضرها النزيل في الفندق إذا تهرب النزيل من الفاتورة على الفندق أن يعمل إيه على التحفز على الأمتاع اتنين يقع الامتياز على الأمتاع حتى ولو كانت ليست خاصة بالنزيل اتفقنا إن الأمتاع حتى لو ما كانتش بتاعة النزيل خلاص هو النزيل جابها يبقى في زمة النزيل خلاص أنا هيأخذ الأمتاع دي مقابل إن أنت مش هتدفع لي الفاتورة وطبعا لو النزيل دفع وقام بدفع كل الفواتير خلاص هيرجع يأخذ كل الأمتاع بتاعته وإن صاحب الفندق يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير وعليها أن يعرف ولو عرف إنها مسروقة أو ضائعة هتتدخل الشرطة في هذه الحالة إذا تم معرفة إن هذا النزيل صارق فخلاص مش هينفع إن صاحب الفندق هيأخذ أشياء مسروقة لإن خلاص الشرطة عرفت إن هذا النزيل صارق وقد تم نصب يعني من قبل هذا النزيل على بعض الأشخاص فخلاص الشرطة هنا هترفع التحفز مش هينفع إن الفندق يكون متحفز على هذه الأشياء اللي تم إنها أثبتت إنها إيه مسروقة لإمتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لإمتياز المؤجر يعني إيه يعني أنا مثلا لو أنا مؤجرة شقة زيها بالضبط جدا إن أنا مؤجرة الغرفة يبقى نفسها بالضبط يعني صاحب الفندق هو نفس حقوق المؤجر يعني أنا أجرت من صاحب العمارة زي ما أجرت من صاحب الفندق فإذا تساحم الإسنان قدم الأسبق في التاريخ اتفعنا لو النزيل مشي من عندي ويأجر في مكان آخر حتى لو غرفة في شقة حتى لو غرفة في بنسيون حتى لو في أي شيء فمين اللي هيعمل على الحجز أو التحفز على الأمتاع قلنا هنا تاريخ عقد الإقامة هيكون ليه التميز والأسبقية في التاريخ يبقى امتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤكر فإذا تساحم الإسنان قدم الأسبق في التاريخ ما لم بالنسبة للآخر وهذا الامتياز مبني على أن أمتاعة المسافر ضامنة لديون أصحاب الفنادي اتفعنا أني أنا عندي أول ما نزيل بيخش لازم أبص على الأمتاع بتاعته لازم أشوفه عنده نية أنه يستمر معي ولا أنه يتهرب من الأجرة فهو لو دخل معي الأمتاع والحقائب فبيدخل في نفس إدارة الفندق التمأنينة وأنه خلاص لو هو تهرب من دفع الفاتورة على إدارة الفندق التحفز على هذه الأمتاع إن محل امتياز الفندق يشمل الأمتاع والأشياء التي يأتي بها النزيل والأشخاص الخاضعين مثل الزوجة والأبناء حتى ولو ليست في حوزته أو على سبيل المثال للوديع والفندق جاهل بهذا إذ أن الأمتاع في الأصل في حوزة النزيل فهي تخطع لامتياز الفندق مادم الفندق لم يعلم هذا وامتياز الفندق يستند في حيازته لهذه الأشياء يعني إيه الكلام دا يعني أنا قلت أنا أهو جاي نزيل في الفندق وجايب أشياء من زوجي من أبنائي من إخواتي من أي حد خلاص أنا في نظر الفندق خلاص أنا المسؤولة المسؤولية الكاملة عن هذه الحقائب والأمتاع وإذا تهربت من دفع الفواتير على الفندق إنه يعمل على حجز هذه الأمتاع ومش هيبص أبدا إن هذه الأمتاع مش بتاعة النزيل خلاص هو النزيل اللي جابها وهو النزيل اللي تم التحفظ على هذه الأمتاع علشان النزيل دا وتهرب من إيه من دفع الفواتير وطبعا هو لو استخدم النزيل الخزائن أو الخزنة الملحقة بالغرفة أو الخزنة الحديدية اللي خاصة بمكتب الاستقبال برضو بيمجي على نفسه إن الأشياء دي بتاعته هو فأنا مش هبص على إنه مثلا جايب حاجات زوج دو جايب حاجات أبنائه جايب حاجات من أصدقائه أنا مليش دعوة إدارة الفندق بتبص إلى هذه الأشياء والأمتاع والحقائب على إنها مملوكة للنزيل وليست لأي شخص آخر قيام امتياز الفندق وجود حيازة الأمتاع للنزيل فالامتياز يتبع الحياز فيجب أن يظل الفندق متحفزا بحيازة الأشياء التي أدى بها النزيل للفندق وإن امتياز الفندق يقوم أساسه على وجود الأمتاع ويجب أن لا يزود الفندق في هذه الحيازة على أي حال من الأحوال ولو حاول أحد إزالة هذه الحيازة يعني إيه؟ يعني أنا لازم أكون عارفة إن النزيل خلاص جايب مع الأمتاع طيب لو النزيل قلنا واتفقنا إنه داخل الفندق منفردا بدون أي أمتاع طبعا أنا علي أن أنا أأمن نفسي إدارة الفندق بتأمن نفسها بتخلي النزيل يدفع تأمين كافي بتخلي النزيل يدفع الأجرة كاملة يعني لازم أعمل إجراءات تحمي الفندق طبعا لأن زي ما الفندق بيديك حقوق لازم ياخد منك حقوقه هو كمان إن الفندق يفقد امتيازه على الأمتاع التي ينقلها النزيل من الفندق ليودعها في أي موقع آخر وإذا عاد النزيل إلى الفندق في وقت لاحق فإن الأمتاع الحالية لا تضمن الحجز الأول تفقنا إنه لو تم رجوع النزيل مرة تانية لهذا الفندق اللي هو خلاص تهرب من دفع الفاتورة مش هيبقى أبدا الأمتاع اللي جايبها في المرة الثانية ضامنة للمرة الأولى على الإطلاق لأن ساعات بتيجي في صحة وغلط فطبعا نحن هنقول غلط مش هتعتبر ضامنة للحجز الأول أبدا وإذا عاد النزيل إلى الفندق في وقت لاحق فإن الأمتاع الحالية لا تضمن الحجز الأول أو السابق الذي لم يدفع بل تكون ضامنة للمرة الثانية طيب إذا فقد النزيل بعض الأمتاع دون علم الفندق ونزل بقى في فندق ثاني فإن امتياز الفندق يكون الأسبق في التاريخ طبعا لازم الحتة دي مهمة جدا ساعات بتيجي برضو في صحة وغلط يعني إيه يعني أنا خلاص سبت الفندق أخدت أشيائي ورحت الفندق الآخر وبدون دفع أي فواتير فمين في هذه الحالة الفندق الأول هو اللي هيحجز على الأمتاع ولا الفندق الثاني هيكون الفندق الأول ليه لأنه له الأسبقية في التاريخ ينص القانون بأن يضع في العين أساس وقيمتها ضامنة للدفع يعني إيه يعني أنا دلوقتي جاية أأجر الغرفة فلازم أجيب أشياء معايا تكون ضامنة في حالة إن أنا مش جايبة حقائب مش جايبة أشياء مش جايبة أي حاجة معايا لازم هيتعجل الأجرة أو إن أنا أدفع تأمين يكفي لأجرة يوم أو يومين علشان يدخل الطمأنينة في قلب إدارة الفندق حق الحبس يقصد به حبس المنقلات قلنا اتفعنا إن أنا لو خلاص النزيل مشي من عندي وقال أنا مش هدفع يبقى أنا هاحجز على كل ممتلكاته ودي من حقوق الفندق تجاه النزيل الحجزات التي وقاها الفندق إن تنفيذ امتياز الحجز لا يتم إلا بحيازة الأمتاع طبعا لازم يوجود الأمتاع ما لأنا هاحجز على إيه فلو مثلا فقد الفندق حيازته لهذه الأمتاع لسبب من أي أسباب فأمام الفندق نوعين من الحجز الحجز التخفيدي والحجز الاستحقاقي يعني إيه يعني أنا ممكن عن طريق إن أنا ما لقيتش خلاص أمتاع عند الفندق عند النزيل فهماين أو هعمل مقايضة مع النزيل يعني هعمل اتفاق يعني أنزل شوية من الفطورة ليه علشان أكسب الموقف علشان النزيل ممكن يكون في حالة من الحالات هيوافق في هذه الحالة إنه تم تخفيض الفطورة ليه فيعتبر هنا الحجز التخفيدي ففي نوعين من الحجز حجز التخفيدي وحجز استحقاقي حجز التخفيدي إن أنا خلاص بخفض لك الفطورة وإن أنت في مقابل هذه الأشياء إنك تدفعها لي بقى على إيه أتم استعداد وإن أنا ما تتعربش من تدفع الفطورة أما الحجز الاستحقاقي إن أنا لازم أحجز على كل ممتلكاتك وكل حقائبك وكل أشيائك اللي في الخزن علشان أوفي الدين اللي إيه على النزيل يبقى كده احنا اتكلمنا عن التزامات الفندق وهي إيه وهي التزامات الفندق بأنه بيعطي النزيل الغرفة بيعطي النزيل الغرفة بكل أشيائها طيب لو النزيل طلع ولقى أي تقصير من قبل الفندق لقى إن الغرفة مش مفروشها الفراش اللائق في هذه الحالة على الفندق إنه بيعوض النزيل بيعمل على تخفيض الفطورة بتاعته بيعمل على كسب الموقف وبيقول للنزيل طبعا إحنا مقصرين في هذه الحالة وطبعا الفرش غير لائق بالنزيل وإنه طبعا لو فيه أي شيء ناقص أو فيه أعطال لازم إدارة الفندق تعمل على تدارك هذه الأخطاء وتعمل على صيانة هذه الأخطاء وطبعا أنا عندي إدارة الفندق ملتزمة كمان بتوفير الخدمة للنزيل مش معقول النزيل عاوس يتعامل مع الفندق مثلا يدخل المول بتاع الفندق يدخل الملحب بتاع الفندق يدخل مطعم الفندق ما يجدش الخدمة اللائقة لا طبعا الفندق ملتزم كل الالتزام بتوفير الخدمات في أي وقت وفي أي مكان للنزيل وطبعا لازم يوفر له كافة المتعة والاستجمال طبعا النزيل هو بيجي على درجة الفندق أنا جاي على درجة مستوى معين الفندق خمس نجوم فلازم تكون الغرفة مفروشة الفراش اللائق بدرجة الفندق إن يكون الخدمات داخل الفندق متناسبة طبعا مع درجة الفندق مش معقول إن أنا هدخل فندق خمس نجوم ومش هلاقي الخدمة اللائقة فطبعا هيبقى يعني صورة غير طيبة على الإطلاق للفندق ومش هرجع أتعامل مع هذا الفندق تاني واتفعنا إن كمان فيه التزام آخر وهو إن أنا أسلم الشيء للنزيل مش معقول أحجب الغرفة عنه يعني أنا خلاص اتفقت وعملت العقد وقلت لك إن غرفتك رقمها معين ويطلع النزيل للغرفة وما يجدش الغرفة تحت أمره يجد فيها نزيل آخر ففي هذه الحالة هيكون الفندق مقصر كل التقصير تجاه النزيل ما وفرلوش الغرفة ما وفرلوش الوقت اللي هو عاوزه وما لأنا بحجز ليه مسبقا علشان تكون الغرفة فاضية ما فيهاش أي نزيل وطبعا تكون مفروشة ونظيفة كل النظافة اللائقة طبعا أنا عندي أول ما نزيل بيمشي من الغرفة بتبدأ تدخل إدارة الإشراف الداخلي وعمل الإشراف الداخلي بإنهم بيعملوا نظافة دقيقة جدا لكل الغرفة وأجزاء الغرفة علشان خلاص النزيل تم يعني هيحضر نزيل آخر خلاص تم مغادرة النزيل الأول ويجي نزيل آخر فلازم إننا حتى أكياس المخدات بتتشال حتى المفارش بتتشال كل شيء في الغرفة بيتم نظافاته نظافة دقيقة علشان تكون لائقة والنزيل القادم دي كلها صور طيبة علشان يرجع يتعامل معي النزيل تاني مش معقول هيطلع يلاقي ما فيش أي نوع من النظافة ما فيش أي نوع من الاستجمال ما فيش أي نوع من الخدمات وما ليه هو جاي أصلا على الفندق علشان يجد فترة من الراحة وفترة من المتعة وطبعا من حقوق النزيل كمان إن الفندق بيوفر له الهدوء الكامل إنه محدش يتعرض لي محدش يتعد عليه بصريقة بإزعاج بأي ضرر وفي هذه الحالة طبعا النزيل مش هيتعامل معنا تاني وهيكون عاوز يوقف التعامل معنا خالص ومش هيقدر يقرر تاني هذه الرحلة اللي هو جاي عليها فطبعا فطبعا أنا عندي النزيل لحقوق كساكن وحقوق كنزيل إيه هي حقوق كساكن إنه في الإقامة الكاملة اللي راح في الإقامة صيانة السكن وحقوقه كنزيل إنه محدش يتعرض لي بأي صورة من الصور وإن تكون فترة استجمامه في الفندق صورة كاملة وما يبقاش عاوز إنه لا هيبقى يتعامل معنا تاني وخلاص مش هينهي اللقاء تاني وطبعا إحنا النهاردة اتكلمنا عن التزامات الفندق والمرة جاية إن شاء الله نكمل المتبقي وأشوفكم في حلقات أخرى وإلى اللقاء أبنائي وبناتي طلبة وطلوات الصف الثالث الفندق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر